اعتقال سبعة اشخاص اخرين على خلفية مقتل تيك توكر خديجة بن ملال وكاميرا المراقبة تكشف المستور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي المغاربة الاحرار في المكنتو داخل او خارج ارض الوطن مرحبا بكم تنتمنى انكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ هذه البلاد من كل شر اذا ايها المطالبون بالحق ايها المطالبات بالحق فرسان وفارسات الحق والعدالة في هذه البلاد حياكم الله ومرحبا بكم في هذا الفيديو وفي هذا اللقاء اللي سنطرق فيه المستجدات جديدة بخصوص مقتل تيك توكر خديجة بن ملال والمعروفة بملاك فاخواني اخواتي من بعد ما توجهت الاتهامات الرسمية للمتورطين في هذا الملف ومن بعد ما يعني ظهرات مجموعة ديال المعطايات بخصوص الاقوال اللي دلوا بها كل المقربين والذين تم استدعائهم من اجل اخوات اخذ الاقوال ديالهم ومن بعد ما طالبنا سابقا بالرجوع الى فحص كاميرات المراقبة الموجودة بالفيلا وايضا طالبنا باجراء الخبرات التقنية على الهواتف فظهرات معلومات جديدة اخواني اخواتي ليلة البارحة معلومات تفيد بان دائرة البحث ومن بعد ما توسعتها الدائرة البحث وبعد خروج او لظهور نتائج الخبرات الطبية واللي منهم خبرة اجريت بمدينة الدار البيضاء وايضا خبرة اجريت بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال فظهرات مجموعة ديال المعطيات على رأسها خطوات جديدة كتتعلق باعتقالات جديدة او لا متابعة في دي الاعتقال لاشخاص اخرين ربما تم رصدهم او لا تم رصد تورطهم في هذا الملف او لا في عملية الاتجار بالبشر او لا في كل ما هو ما تم نسبه للمتورطين وايضا اخواني اخواتي فبناء على مجموعة ديال اجراءات لكتخذ في ملفات جرائم القتل فتم يعني فحص كاميرات المراقبة بحسب المعلومات ففي هذا اللقاء وفي هذا الفيديو غادي نطرق لكل هذه الامور بالتفصيل لكن قبل هذا وهذا وذاك فنجدد مطالبنا بتحقيق العدالة للفاقيدة خديجة بن ملال وايضا اشد على ايدي كل المطالبين والمطالبات فارسات وفرسان العدالة والحق في هذا الوطني العزيز الغالي فاخواني اخواتي مستجدات جديدة احنا لا يهمنا الطريقة التي كانت تعيش بها خديجة او ملاك نحن لا يهمنا يعني نوعية الحياة لكن تركيزون على انها كانت فعلا مستقرة كانت دات يعني مهنة مستقرة كان لها عمل كانت متزنة وبالتالي وجود علاقات في حياتي هذا امر لا يهمنا بشكل محدد ما يهمنا هو الجريمة ومقتل شخص بهذه الطريقة الغامضة اللي فيها واحد تخاذل لإعلى اتروا مكان لتبليغ لوالو ايضا متضح ان هناك كانت حد العملية دي المتاجرة بالبشر من اجل استغلال جنسي يعني هناك امور عدة تستوجب من كل عاقل ان ينخرط في المطالبة بتحقيق العدالة في هذا الملف تلبية لنداء ام مكلومة خرجت وناشدت المغاربة وناشدت كل المغاربة اينما كانوا خارج ارض الوطن او داخل ارض الوطن ناشدت فرسان الحق وفارسات الحق من اجل اظهار الحق حقيقة مقتل ابنتها مهما كانت النتائج مهما كانت النتائج سواء كانت ابنتها تشارك فيما اصبح يعرف او لا يشاع عنها انها القسارة او انها فعلا كانت على علاقة خافية مع البرلماني المعتقل او انها لم تكن لا على علاقة ولا اي شيء وتم استدراجها من اجل تطبيق عليها هذه الممارسات الشادة نحن نطالب باذهار الحق من اجل معرفة ما هو السيناريو الحقيقي من اجل ماذا من اجل هدف النبيل هو ادهار الحقيقة ودعم الحقيقة ودعم الفرق الامنية التي تجتهد وتبدو الكل جد من اجل ادهار الحقيقة وليس من اجل ظلم احد او لا تشويه صورة احد فمستجدات جديدة اخواني اخواتي تفيد بان المصالح دين الامن ببني ملال اعتقلات سبعا دي الاشخاص اخرين من اجل بعدها يعني توسيع دائرة البحث اتضح ان هناك اشخاص اخرون متورطون هناك من يتحدث عن وجود اعزكم الله قوادة او لا شيء من هذا القبيل الوسيطة في هذا الميدان دي الاتجار بالبشر لكن تبقى هذا امر غير مؤكد لكن هناك معلومات فعلا تفيد بان هناك سبعة اشخاص اعتقلوا واستدعيوا من اجل يعني اخذ الاقوال ديالهم واعتقلوا اه لان هناك شيء ما تورطوا به وكل هذه المتابعات اخواني اخواتي تبقى متابعات اولية الى ان يتم الحسم بشكل نهائي في لائحة المتهمين بالشكل المباشر في الوفاة فكيف ما كتعرفوا احنا كنا عارفين او لا طالبنا بحضور واستدعاء كل ناس اللي كانوا حاضرين في الحفل لان المعلومات تفيد بان كانوا اناس كتر ما كانوش غير هذوك ثلاثة اللي هما البرلماني والفتاتين المعتقلتين بل كانوا اناس كتر وغاضروا الحفل من بعد ما وقعش مشكيل وبالتالي فمن المحتمل ان يعتقل بعض الافراد لانهم كانوا حاضرينهما بالغوش لان هناك عدة تهم موزعة ليس كل معتقل متهم بالقتل وانما هناك اشخاص سيعتقلوا لانهم لم يبلغوا ولم يمدوا يد المساعدة لشخص في حاجة لها وهذه جرائم قانونية جرائم يعاقب عليها القانون ورا كما كتعرفوا دائما ما كان ديروا لايفات وكان ديروا يعني شرح لكل تهمة والعقوبة الموازية لها طبقا لما سنناه المشرع المغربي لاننا دائما في تغطية مبنية على امور منطقية ومؤسساتية على اين فكينا معلومات اخرى اخواني اخوتي توفيد بانه تم فحص كاميرات المراقبة اللي كان في الفيلا فهذا الفحص هذا احنا طالبنا بي وكان طالبوا بيه في اي ملف فحص الكاميرات واجراء الخبرات التقنية على الهواتف احتى اجراء الخبرات التقنية على الهواتف ضروري في هذا الملف باش نعارفو فعلا واش كانتشي علاقة ما بين هالطرفين واش فعلا اه خديجة كانت كتلقى هدية على منصة تيك توك من طرف البرلماني واش فعلا بناتهم علاقة اه قديمة واصلة الى درجة انها تطورت الى وجود حمل واش فعلا نتائج الخبرات الطبية يعني مجموعة دي الامور لماذا غير مؤكدة لكن باجراء خبرات تقنية اه ستكتشف جميع الخيوط اكيد ففحص الكاميرا اكيد غد يأكد شكلهم الناس اللي كانوا اشنا هو المشكل اللي وقع كيفاش احتوقعت المشكل واش كانش يدفع ديال الضحية واش كانش يضرب اه تعرضات له الضحية هل هناك امور يعني اه دفعت كل الحضور اللي كانوا حاضرين انه ميغادروا عندها علاقة بشي جاري ما واقع يعني اجراء الخبرات والفحص على الكاميرات طالبنا به وهذا مطلب شرعي لانه اه بيه تبنى تبنى يعني اه او لا غد يتم تأكيد فعلا اه شكون هما الجهات اللي مسؤولة بالضبط على اه الوفاة وغد يتبان يعني كل الحقائق بمجرد اجراء خبرات الفحص على الكاميرات وايضا الخبرات التقنية للهواتف ناهيكة على الخبرات ديال للطب الشرعي الى هنا اخوان والاخوات جيد الختام ديال هاد اللقاء اللي صلتنا في الضوء على هاد المستجدات مستجدات قضية خديجة بن ملال ختاما كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية والله احفظت البلاد هدي من كل شر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة